اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في قناة نقرس في الخبز البطاطا نضيفها في فوق اللوحة كما من اللوحة هذيك رشيتها شوية من سميت باش ما تلسقش المطلوعات وراح نسييني طاليها هكا من الفوق ام بعد نحطها في فوق الطاجين ولا فوق المقلة كما المقلة هذي اللي راه يتباني لكم هنا راح نضيف المطلوعات بعد نضيف المطلوعات ثقبو هكا في الواسطة ونضيفها داخل الكوشة وتانيك تطيبو هكا باركة فوق الطابونا كيف كيف ميبصح داخل الكوشة لابنتي البنتي تحو واحدو بينسوا بالنسبة البنات اللي يقولوا لي وين شريتي هاد الكوشة هذيك الكوشة خياتي تقدروا تلقاها في وتانيك تقدروا تديروها عند السودور طرحوا عند السودور ولا لي ديرن لي سيتان بتانيك تديرو الواسطة بتاع الكوشة هذي تديرو كابتور دكرو هكا الفيديو هدا تديرو كابتور دكرو ودي ودي الفوتو هذي هذي اللي دير سيتان راح يديرلك سوس كيما هذي لفيتولا هالعظيم مليحة بزاف بزاف مليحة للمحكوكة المحكوكا و الخبز المطلع يخرج جبنين بزاف بزاف و اخرج البيتزا في هذا الفون راح تخرج روعة ساحتي حذر البيتزا ذو كفورنامو اجينا الكوشا متاقيني اتفاق ذو الطب ثلاغون غيروغي في دامو اه اصلا نخدم الزيت المورت الزيت المورت اكتن تزطين شتيرة مجح و مجح وهو صلخج بغروم اه اغروم بطاطا المهم اليها تجا شطا حكو اله فيديووهن بعد الدغلة ان شاء الله كما قلت لكم خياتي راح نخليكم شوية مع الفيديو وتشوفوا كامل واشترت ان شاء الله راح يعجبكم ما تنسونيش بالجام يتسوي متأكد حليس الجام هي مشاهدة وممتعة للجميع اشتركوا في القناة عليها أن تطلب كل جميع الجامع في الزيت مجدد ومن المستخدمين في المحكوكة في المطلوع العادي نحلوها في الوسط ثم نتحصل على زيت زيتها و عمية ليكلاف الجامع و لم يكن تعلم البنت بعد هنا ضبتهم بتميش سوف نقطعها بهذا الشكل و اجبت هذه الكارتوريات ثانية كما تشوفون على خطه سوف نمده شوية لغتي سيبوصات جبتهم و يسألون لو كان الجفغيات يحبعي نورمال مو راح نديرها هكا في الكاغط ولا في الكاغط تحت ما تشوفي لسانسية ما تشوفي في الاليمينيوم على خطه الاليمينيوم راح يطلق بزاف الماء قم بزاف الماء جميع ما تشوفي في الكاغط لديناaryميار من الماء حيث يزاني في الجفظ بجول أن لن يجب التجميع مجرد ماء لذلكما نريد هذه الكاغط 400 بجولة الكاغطات مجرد لحدها المهم ثلاثة هي كاميرا مثلا فيديو انظر اينا سوف نشارك معكم المساء ان شاء الله سيعجبكم لا تنسوا ليس بجانب لان هذا الفيديو سوف يرى الكثير من الناس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايدي سقسانة كاية ايدي سقسانة كاية او كتبه لان اذا رأيت انتي اذا رأيت شراءات كاية ايدي ستقسانة ايدي سواكين ميزة ميزة لم يكن التواجعة اينكو او لان اخيارت ايدي خدر ايدي في القناة او اخيارتها لانكم ونبعد تراهي درناها هكا الدكور بيانسور ماتشي حاجة ماتشي حاجة زرمان لنديروها كل يوم كل اس خياتي هو كل يوم فهمتو كل اس بالقبيلية كل يوم بالعربية ولا بالدرجة دروك اخياتي راح نبدو في العشاء التعنال يراه خفيف ورح ندير لهم فطائر مقلة خفيفة بزاف وحبيت نشارك معكم ورح نبدو في العجينة الحاج الليولا عندنا مغرفة كبيرة تحق مية الخبز مغرفة كبيرة السكر زائد كاس حليب يكون دابي بالنسبة للكاس هادا يرفض ميتين وعشرين مليليلتر ولا الكاس تعوم والد راح نزيدتان اك ربع مغرف كبار الزيت النباتي تعالى استعمالا بالباس في قناة الصحاء الماضي مضي مضيج الماضي مضيج تدريد الصحاء اريد منNO حيث يدريم بسيار اخر وإطلاق نزيده يأتي الآن انه يتقلل المضاعف بالنسبة لتفاق هذه للباس انقلل القرى نزيد تخيب الراحل وأيضا يذهب على قصة أخرى في الوقت يسقطت المقادرة بل فو ومرك هنا اخيتي بنسبة للفاريناة راني در تزوج كيسين اللولين تاع الفاريناة بيانسور بالكاس اللول بالكاس اللي كيرت بها اللي حلب وبعد هنا يا بنسبة للكاس التاليه راح نزيدوه شوية بشوية وبيانسور لازم نغرب الفارينات شوفوا دورك هنا يا بنسبة للفاريناة خياتي كين فاريناة تتشرب وكين فاريناة مما تتشرب صفي بنسبة الكاس الثالث زيدوه شوية بشوية دورك راح نوعي لكم في الكاس هذاكيش حلققعد من الفاريناة باش تشوفوا ببري الكاميال يا راح تديروها من الفارينا شوفوا قاعد ربع كاس فارينا من الكاس الثالث وبعد هنا يا راني نحي تلعجينا في الريسيبيون وحطتها هكا فوق البلونت خضاي وراح نسيين عجينها هكا بهذا الطريقة قيس خمسة دقيق ونبعد راح نسييني طاليها شوية ونديلها نص مغرفة تاع المارغرين ولا زبدة انا يقدر تبارك المارغرين راح نسيين دخل بيان المارغرين داخل العجينة حتى نشوف بلي المارغرين تعنا دخل بيان في العجين لان سيارة ان راح نسيينة حتى نحصل على المارغرين داخل العجينة في العجينة ان تصوير بيان المارغرين السيارة وبعد تسار سغيالي فاتجادان تأداري. أبدا غضو حاس دهجيغ لاسوسيس. لاسوسيس دهجيغ لاسوسيس مريح مريح. ورسع غاكسوم ورسع غاكسوم. ورسع غاكسوم ورسع غاكسوم. ومكورة خميس عاثن. المعنى غايتك تزوت بكسوم. حاسون يفيث. وغاد تخماسيغ لاسوس بوصيغني. وغاد يخير خارماين لاغن سغن بسكسوم. المهم فالغاق ليهجيغدوكو الخضرة. فبعد تفيد البطاطا. تجربة البطاطا في الماء أدرى مضيفة. لأدرى مضيفة دهجيغ دهجيغ. بعد ثلاثة عن التفصل. فبعد تقريب الشراء البطاطا. بسبب التعريب الماء لتخذ الماء أسخد مذيس فريد. وعندما تستقنع على فريد. فهذا كنت ادخل الخضراء كنت اتخذ مغور تحوش جاكسوم و تحوش جايني نظر الخضراء كنت اتخذ مغور في الفتائر المقلية تقيني لا صوسيس انا اتخذ مكان سليلي جوما تفاقش حار تزيب و ريش الافيوند و ريش البولي و ريش اهنا كما قلت لكم خياتي راح نبدأ فلا صوس بنسبة لا صوس راح نسحق شوية من البصل شوية من الفلفل الحار ولا الفلفل الترشي اذا كان الفلفل الترشي راح ندير كمية كبيرة راح ندير ببريت لها حبك ليها فلفلات مبصحة هنا ما كاش ما كاش في الدار حتى تبارك الفلفل هذه على خطار كين ولا تختي سوف يجب نقادرهم لازم نحتارمهم و نديرهم حاجة يأكلوها ما شي حاجة لما يأكلوش الولاد هنا يدعو قراني قطعت لبصل داخل المقلاء و تانيك قطعت الفلفل هاديك قطعتها للداخل و حطيت لهم شوية من الزيت النباتي و بعد درتهم فوق النار خفيفها باش يتقل لهم و بعد درتهم قطعت البطاطا باش نقطعها قلت لكم بالنسبة لفتا المقلاء راح نديرها لفيت ما بسحكين لما يديروش لفيت الداخل أنا حبيت كين اكلوا فتا المقلاء راح نشبعه وماتين اكلوها بارك هكا باش انك سجق خطي دا غان انا اغيرت صدا دا كثيروا غرد لاصوس لي خماسي فرفرني دا غان أطواتيش و اناس دا غان تراققها خماسي فرفر زكوار خماسي دا غان تشطحي فرفر فر اذار كان دايقي كان يقدو جمع حفي الضم هنا يا أخيتي كيما قلت لكم بالنسبة لاصوس بعد ما تقل بيان لبصل مع الفلفل الحار تقلو بيان ذابو كامل راح نديرو الطوماتيش و التوابل تانيك والملح بعد هنا فلفل عكري وفلفل حصولها ثم هنا شوار دقيقي فهمت بالقبالية ثم نحيط لهجنا من ريسيبيون بعدما تخمرت بها سوف نحيط لها كامل لتخمرها كامل كسرتها شوية برش ثم اضعتها في الميزان و شفت بري اشحال من الحبات اللي راح اندرها و بيصير درت قضوة تديرو من 7 حبات الى 8 حبات الى حبيته للفتاة المقلة تحتكم تكون كبيرت قضوة تديرو بارك 5 من بسحنية نحية 7 100 قضوة تنحية و حتى الى 8 حبات الى قسمتهم و كورتهم كامل و اضعتهم فوق البلونتخابي و اضعتهم فوق هكا سيلوفان باش نغطيهم باش ما يكونش عندهم قشور و اراني وليت لاصوس لاصوس هذه يجب ان اضع لها شوية من الماء باش تطيب الطماطش في الداخل لازم نضع للماء باش تطيب و اخليتها للطرف حتى تطيب و حتى تخمر تانيك حتى تخمر تانيك العجينات انا و راح نضع هنا يا راني و راح نضع لاصلاد نسحقها هكا باش شو الكائن اللي يحبو لاصلاد كان لي ما يحبوش و تانيك باش نذكروا الفتى المقلات دعنا ايما لا راح نخليكم شوية مع الفيديو و بعد نوالي لكم ان شاء الله هي في حلية كنت اشتحوا كل الفيديو و بعد ده ادعو لعرفه انت بايذن الله موسيقى 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 دوكا كل شي راه هو جد. راح نبدأ ونشكله في الفتاة المقلت تعنا. هنا هي عندي شوية من الفارينة. عندي اللي فيت هذيك اللي طيبتها. وعندي ثانيك الفارماج. هنا هي عندي الفارماج وعندي لاصوس تعنا. راني حكمت البولة اللولة. راني حكمتها. راح نبدأ نطاليها هكا بهذا الشكل. ولازم ترشوه كامل تخفجتها كم لازم ترشوه بالفارينة. سنو راح يتلسق لكم. وثاني كمام لاصوس لازم التخليوها شوية تبرد. سنو راح تقطع لكم العجنات تعكم. لدي تحقيقي قد تدينها. راح يجب ناريكم ساة سمان شطو حسينو لاباتي ناريك كنت داكزم. لدي ثورة اخدمها ثورة خضام اخدمها خماص للاصوس. و بعد هنرسل في لتني عنا سوفنا سوف يا فارماج نسوف له. فوهد اصيغد اسقضوك كي جي فاطة المقلت انتقضوك كي جي اسijke سواج المسلمين تودايا ولي. ما سواجه مستوك كي يطور كما قلت لكم هنا يخيتي راح نبدأ ونشكله في الفطاء المقلد دارت اللصص في الأول كطبقة أولى ونبعد دارت الفريت كطبقة ثانية ودارت الفرماج كطبقة ثالثة ونبعد هنا يحطت فوق الطبسي حطت شوية من الفينة باش كل ما ندير كل ما ندير فطاء المقلد كل ما نوجد فطاء المقلد راح نحطها من الفوق باش انطيب شغل من البيبان ان وجد ثلاثة انطيبهم في ثلاثة حكا باش يكفين الوقت لايك كانت يحذيق لان يفطاء المقلد اكي اشحل سهلت مغضى فونات يحلي اذا قد تري فونوني شغل اثير مستد يروح تخفيفة بلك كنت تضايغون شغلت يريد خفيفة شوية بنسبة للفون الخياتي لازم يكون خفيفة النار تكون خفيفة بلكوا يتحرق لكم برك العجنة هديك ما راح تطيب وبعد افيدامو ما راح تعجبكم ما راح تقولوا هادي الوصفة التعلمية ما راح يش يملي حقا شوفوا اخيتي دورتها اااا كيف اشعران انطيب فيهم بنسبة للمقلة انا اقدرت هاد المقلة اللي عندها هكا دي تاريك ما تشفوه وبيعصور الى المقلة التعكم تتلصق دهنوها شوية بالزيت باش ما تتلصق لكي لا تلسق لكم على خطة ديجا الزيت هذيك راح يطيبنها للفطائر المقلات ادفكت احدى الزيت ناس خمضاكي زيت ناس ادفكت ازطاشكت ازطاشكت الفطائر المقلات اكين ايبوالا طالقيني اتشكما سمثي كلتا تقريبا مستفيدا متعا سمثي شوية اهنا يا اخياتي كيما قلت لكم راح تبدأ وتقلبوا في الفطائر المقلات تحكم هكا باش باش ما يتحرقش موسيقى 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 وعندما أجبت هذا الطبس وتمع أجل طابعة من الصلاة وعندما تقوم بمعرفة عدة أجل وعندما تجدها إلى الضغط لتعاملها وفي ساعة أجل في الوصف يتفضل جيدا المريحة في المطبخة فضلك كيف تأخذ المصد ونجد المطبخة والسهر سيئ اشتركوا في القناة والبعض من قبل حقائلات الوصول يدعى الوصول على المشاركة ويستمرون التنامية ويستمرون مفضل اصبحوا في القناة ايضا للسعارة ايضا لدينا في القناة اذا كنت أخبرنا الناس في القناة في القناة من يجب أن يكون المشاركة وهي كل ملك سوف ندير معكم هذه التحليهة سهلة بزاف بزاف. عندي نص كاس سكر. عندي زوج مغارف كبار ميزينة. زوج مغارف كبار كاكاوبوني. وبعد راح نخلطها كناشف في ناشف. وراح نزيد نص لترات حليب. وبعد راح نخلطهم بارد في بارد. وبعد راح نحطهم فوق الفرن. سوف نعيد نص لترات حليبات. ونحطهم نص لترات حليبات الميزينة. ونص لترات حليبات. ونحطة لترات حليبات. كما تشاهدون فقاعة بهذا الشكل كما تشاهدون راح نزيدو الشوكولاتة الشوكولاتة هادي خياتي تقضي شوكولاتة فيجيكا ولا مينا ولا اي شوكولاتة عندكم افضل كما تشاهدون فقاعة بهذا الشوكولاتة سوف تشاهدون فقاعة بهذا الشوكولاتة ونبعد في الاخير راح نزيدو مغرفة نصف مغرفة تاع المارغارين باش الخليط تحنا راح يكون لامح فهمتو مغرفة صغيرة مغرفة صغيرة تاع المارغارين وراكوا تشوفوا كيفاش خرج دوركا واني جبت الكيسن هادو ما ولا ليميني برا تاع اسجاج ولا ليغينجو طابل وين حبيتو ديروها انا يا جبت هاد الكيسن تاع اسجاج كيما تشوفو راني حطت الطبقة الاولى من هاد الخالط ونبعد زيت شوية من البانان البانان هادك قطعتو هكا قطعتو هكا شغل ديروندل ونبعد زيت كطبقة ثالثة من الخالط هادا وبعدها راح نزيد الكريم شانتيه هكا من الفوق ألاله نحكم تحدي هكا من الفراغ من حاجة uh ونبعد زيت كوية يجب نتعب سنناحظ يا اه وشغل لكيسن تدارتها ثقيلة بزفة انا نحب هثقيلة لغيتي شغل اه شغل نحب هثقيلة ونبعد مرحيش كوية بزفة وراي ندارتها هكا ببارك بمغارفة صغيرة سوف ننشكلها بمغير الفاس غير عمي بس حنتو ما بدولوها بلا بوشا دول. بالنسبة لك انا شانتيه كما قلت لكم درت كاس حليب يكون بارد مع كاس بودر شانتيه خلطهم بياه بالبطير حتى طلعوا وشوفوا دورك تحليات عنها كيفاش خرجت تقدر تديكورها بأي نوع من من ديكور حبيته. وكما تعرفوا تانيك الشوكولاتات توالهم بزاف شغلها. سالحومجة قضي البانانات هذين تمشي مع البانان. سوف اخرجت تحليات عنا بنين بزاف بزاف. تقدروا تانيك تنحو كامل البانان هادا كما تضيعوش البانان. وهذه هي تحليات عنا خياتي الى هنا لحقنا الله فانت على فيديو باي باي مع السلامة.